نلاحظ أيضا في القصة النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك لليهود فضيلة انتزع منهم كل الفضائل انتم تصومون يوم عاشوراء طيب هذا صيام شكر نعمة نعمة الله على موسى ومن معه من المسلمين لأن الأنبياء كلهم على دينهم الإسلام العام اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كلهم على الإسلام العام بعثوا بدين واحد دواء التوحيد وأما الشرائع الخاصة في التوراة في الإنجيل وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم الخاتم لإسلام الخاص الذي بعث به ما ترك لهم شيئا هذا يوم عظيم طيب نحن أحق أولى بموسى منكم نصوم ولمخالفتهم أمر بصيام يوم قبله وهذه من المخالفة المستحبة نلاحظ أيضا أن شكر النعمة يكون بالطاعة والعبادة يعني لما كان لما كان فيه للأمة لما كان فيه لموسى عليه السلام نعمة في نجاته ومن معه من المسلمين وتغريق فرعون ومن معه من الكافرين لما كانت هذه نعمة كيف قُبلت من موسى عليه السلام بالشكر كيف شكر بالصيام صام هذا اليوم طيب صامه عليه السلام وأمر بالصيام ونحن نصوم متابعة لنبينا عليه السلام وعلاقة موسى بنبينا عليه السلام علاقة وثيقة كلاهما إخوة أنبياء من أولي العزم من الرسل شاهده في السماء وأمه في حادثة الإسراء أمه في مسجد بيت المقدس مسجد إيلياء وكان فيه مراجعة بين النبي عليه السلام وموسى في قضية فرض الصلوات ونقل موسى عليه السلام خبرته لنبينا عليه السلام ولما علم أنه فيه خمسين صلاة فرضت في اليوم قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك قال أنا بلوت من إسرائيل وصار عليه السلام نبينا يرجع إلى ربي حتى صارت خمسا بأجر خمسين ولذلك النبي عليه السلام لما سمع يعني أن هذا يوم عشراء الذي نجى الله فيه موسى اهتم بالموضوع جدا قال ابن عباس رضي الله عنهما وقد سئل عن صيام يوم عشراء ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم ولا شهرا إلا هذا الشهر يعني رمضان وفي رواية البخاري ما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عشراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان إذن صيام عشراء له فضل عظيم لدرجة أنه كان هو الواجب في الصيام على الأمة قبل ما يفرض رمضان ثم نسخت فرضية صيام عشراء وبقي استحبابه وفرض بعد ذلك صيام رمضان النبي عليه الصلاة والسلام قال عن فضل صيام عشراء صيام يوم عشراء احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبله كان أهل يعني حتى كان أهل الجاهلية قبل يعظمون هذا اليوم ويصومون ويسترون فيه الكعبة كما قالت عائشة رضي الله عنه رضي الله عنها وقالت أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالصيام يعني عشراء قبل أن يفرض رمضان فلما فرض رمضان كان من شاء صام يوم عشراء ومن شاء أفضل والنبي عليه الصلاة والسلام ميز الأمة عن غيرها في عباداتها فلما قالوا له طيب هذا يوم تعظموا اليهود والنصارى قال عليه الصلاة والسلام فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمن اليوم التاسع يعني مع العاشر لكن لم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقيت سنة لئن بقيت إلى قابل لأصمن التاسع والسنة كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل أمر أو فعل أو قول أو هم بفعل سبحان الله الدين هذا عظيم وفيه فضائل ومخالفة لأهل الكتاب إذن يا عبد الله يا مسلم لما يجيك يوم الاثنين القادم اللي هو يوم تاسوعاء وتريد أن تصوم طبعا فيه فضل لأنه تاسوعاء وفضل لأنه يوم اثنين سيوافق السنة هذه لكن فيه نية أخرى مهم تتذكرها حتى يعظم أجرك وهي نية مخالفة أهل الكتاب لما تصوم يوم الاثنين يكون من ضمن نيتك طبعا اتباع السنة لأن عشت إلى قابل لأصمن التاسع ولأنه يوم اثنين ونية مخالفة أهل الكتاب أنه نصوم التاسع والعاشر طبعا لو واحد قال العمل حر وأنا تصعب علي وعطوني يوم واحد نقول خلاص صوم العاشر فقط صوم العاشر فقط يعني لأن الصيام التاسع ليس واجبا ولا حتى العاشر لكن مستحب ففيه مخالفة واجبة وفيه مخالفة مستحبة لأهل الكتاب ماذا للصلاة في النعال هذه مخالفة مستحبة صيام التاسع مخالفة مستحبة لكن الشاهد أنه له فضل عظيم هذا جاء في بعض الروايات صوموا قبله يوما وبعده يوما أو بعده يوما لكن الثابت التاسع والعاشر التاسع والعاشر وهو الذي ورد ديو السنة وعليه أكثر الأحاديث هل يجوز إفراد عاشراء بالصيام واحدة؟ الجواب نعم لكن يا إخواني مرة أخرى عاشراء هذا اليوم ما دلالته بالنسبة لنا يعني الآن نحن نرى المشركين يوم عاشراء لطم تطبير صراخ عويل صياح استغاثة بالأموات يا علي يا حسين يا كذا يدعونهم من دون الله ويشقون الجيوب ويسيلون الدماء ويفعلون أفعال أفعال المجانين طيب نحن عاشراء بالنسبة لنا ماذا يمثل يوم عظيم من أيام الله الله إيش قال لنبيه وذكرهم بأيام الله يوم عظيم من شهر عظيم هو شهر محرم ويوم عاشراء كان مفروضا علينا ثم صار مستحبا ونجي الله فيه موسى وصامه موسى عليه السلام شكرا عن نعمة عظيمة وصامه نبينا صلى الله عليه وسلم ولمكانة موسى عليه السلام عنده في نفسه ولما أوحى الله إليه طبعا ونحن نصوم اقتداء بنبينا عليه السلام هذا يذكرنا بأن الله مع المؤمنين بأن الله ينصرهم نتذكر قصة جيدا لما موسى أخذ بني إسرائيل بأمر الله إلى جهة البحر وكتشف فرعون ومن معه اختفاء بني إسرائيل وذهابهم وقاموا بغتاضين ويعني ساروا خلفهم وأتبعوهم مشرقين مع شروق الشمس لما ترى الجمعان لما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون خرصا كما يقول رحنا فيها قال موسى كلا عليه السلام كلا لن يدركونه ولن يأسرونه ولن يقتلونه ولن ينالونه ولن يصلوا إلينا كلا إن معي ربي سيادين هذه المعي العظيمة الله مع الجميع بعلمه وهو معكم أينما كنتم بس هي معي خاصة للمؤمنين فيها نصر فيها تأييد فيها تثبيت إنزال ملائكة ولذلك يا إخواني من العبرات من العبر العظيمة يعني التذكير بأيام الله وما جعل الله فيها من الآيات إن عاشراء يوم من أيام الله شوف الحديث روال مسلم إن عاشراء يوم من أيام الله يوم بدر يوم من أيام الله يوم فتح مكة يوم من أيام الله يوم الهجرة يوم من أيام الله كذلك أيام العبادات مثلا في أيام العشر من ذي الحجة أيام رمضان العشر أواخر من رمضان هذه من أيام الله أيام الله أيام عبادات فيها فرض عبادات مثل يوم الحج الأكبر يوم العاشر من ذي الحجة من أيام الله العظيمة وكذلك الأيام التي نصر فيها الله المسلمين وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لا آيات لكل صبال شكور ففيها حصلت هذه النعمة العظيمة وفيها آية من آيات الله بالنصر المؤمنين إيش كان موسى معه إيش معه السلاح وعتاد ولا شيء فرعون معه كل شيء واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين يعني فرعون كان أصلا طاغية يقول يا أيها الملامة علمت لكم من إله غيري ولما جاء فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى اغتر بالمياه والأنهار فأغرقه الله بالمياه ونادى فرعون في قومي قال يا قومي أليس لي ملك مصراء وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون نسي أن الملك لله ماذا فعل الله به؟ ماذا فعل الله به؟ أغرقه بالماء هذا الانتقام العظيم من الله فكلا أخذنا بذنبه منهم من أرسلنا عليه حاصبا منهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من أغرقنا قوم نوح وقوم فرعون فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى لكن شوفوا الله عز وجل لما أمر موسى أن يضرب بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق كالطوذ العظيم فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا يعني الله أيبسه هذا الماء الماء اللي في قاع البحر يعني يجعل الأرض طينا لو ما يبست كان صارت المشي فيها بغاية المشقة تغوص الأقدام فيها وفي الوحل هذا لكن الله جعله طريقا وفرق البحر وأيبس الطريق ليمشوا عليه وقال لموسى لا تخاف دركا ولا تخشى لا تخاف أن يدرك فرعون من خلفك ولا تخشى الغرق وجاوزنا ببني إسرائيل البحر هنا مكر الله لما رأى فرعون قال هذا ظن أنه خلص وراهم 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 وأنه سيسلم مثل ما يسلمون ودخل هو وجنوده ولما تكاملوا في الداخل وخرج موسى ومن معه أطبق الله البحر على فرعون ومن معه ولما أدركوا الغرق قال أمنت أن لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وينك لما قلت أنا ربكم الأعلى وينك لما قلت ما علمت لكم من إله غيري وينك آمنت أن لا إله أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين لكن خلاص ما عاد ينفعه فلما رأوا بأسنا قالوا أمنا بالله وحدا وكفرنا بما كنا به مشركين كان يوما عظيما نجى الله بني إسرائيل من عذاب المهين من فرعون أنه كان عاليا من المسرفين هذه آية عظيمة قصة موسى في القرآن كم مرة تكرر اسم موسى في القرآن 136 مرة ولازم نحن نعتبر أن في ذلك لعبرة لمن يخشى أن في ذلك لآية فلما يجينا يوم عشراء سنتذكر كل هذا الكلام اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون إننا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ومن الدروس العبر أن المسلمين أحق بالجميع الأنبياء من كل الأمم وذلك صامه وأمره بصيامه إن أولى الناس بإبراهيم إلى الذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا نحن أولى بكل الأنبياء نحن نؤمن بجميع الأنبياء نبينا خاتم الأنبياء إمام الأنبياء ثم أنظروا يا إخواني أيضا إلى الدرس العظيم في مخالفة المشركين واستقلال الأمة الإسلامية في عقيدتها وهويتها وكيف عليه الصلاة والسلام يعني قال من تشبى بقوم فهو منهم ليس مننا من تشبى بغيرنا لأن عشت إلى قابل لأصمن التاسع وإعفاء اللحية وحف الشوارب والصلاف النعال أكل السحور صبغ الشعر نهينا عن أشياء مخالفة لغيرنا وأمرنا بأشياء مخالفة لغيرنا في العبادات والعادات واللباس والزينة والهيئة والآداب ما نتشبى بهم كذلك من الدروس الفرح بنجاة المؤمنين ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله فقطع دابل القوم الذين ظنموا والحمد لله رب العالمين وأيضا يعني رأينا تشابه قلوب المؤمنين عبر الأزمان والصراع بين الحق والباطل بين أولياء الرحمن أولياء الشيطان وفضل الله العظيم وهذه النعمة الكبيرة نفحات واتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام فإذا هذا معاني عشراء بالنسبة لنا أما فعل المجانين وفعل المشركين واللطم والضرب والتعذيب والتطبير وسب الصحابة ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعى بدعوة الجاهلية نحن ما هو موقفنا من مصيبة قتل الحسين رضي الله عنه نصبر على ما أصابنا هذه مصيبة في آل البيت النبوي هذه فينا المصيبة لكننا نصبر كما أمر الله ولا نقوم بالنياحة لا نسوي حفلة حلويات ولا نسوي مأتما ونياحة وهذا التلاعب بعقول الناس وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذروبنا وإسرافنا في أمرنا أستبدعكم الله والسلام اشتركوا في القناة